مرحبا، اليوم رأي واضح حولك كيفية تحويل التقارير DISCOVER إلى Pulse Report تسعون ما يتم مصفح عملية التحويل في حد تقارير DISCOVER في مكتباتنا لذلك سوفروا إلى قسم التقارير ثم إلى فئة DISCOVER وإلى التقارير المسمى DRS Workbook Export Script هنا في سلوصف عندنا خطوات الانتراس المختلفة مدرجة الخطوة الأولى هي تشغيل التقارير لإنشاء قائمة بأوامر التصدير وتستخدم هذه الأوامر التصديرية من قبل DISCOVER Administrator لتحويل تعريفات الدفتر إلى تنسيق XML إلى ملفات XE مختلفة وبعد ذلك بمردنا أن نقوم بإنشاء كل هذه الملفات XE هنقوم بأنشية موريس كيفرايليس كلملفات نسمى سعينكم برسيس لسفور المرفض المضغوط إلى تطبيق Blitz Report وبعدها نبدأ برنامج Blitz Report Discover Import Concount نبدأ بالخطوة الأولى ونشغل هذا التقرير إذا كفي Blitz Report أسنع قوم بإنشاء اللي لأيدي التقرير DS نترس نكمل للصيغة سننصوصها البرمجية وهنا عندنا متغيرة ومؤسسة لهدوها الكتب اللي منرغب في أختها بعين الاعتبار أو نطاق التواريخ للكتب لسيو نرغب في أختها بعين الاعتبار إيه في عملية اللي انتعله الخاصة بك ما اسواء ممتوب بنقلي كل دفاتر العمل بشكل كامل بل يجب التركيز فقط على الدفاتر النشطة مؤخرا ولهذا السبب عندنا معلم نطاق زمني لنجل دفاتر العمل اللي تم الوصول إليها في إطار زمني معين فقط قيمة نموذجية كانت تكون شيئا مثل 600 يوم على سبيل المثال ولكن في هذا الاختبار أود أن أنقل كل شيء لأن النظام التجريبي يحتوي على بيانات قديمة جدا ولهذا السبب اخترت الأول من يناير عام 2004 لذلك سنقوم بتشغيل هذا التقرير هنا كأن ينشئ التقرير قامت بدافاتر العمل اللي نريد تصديرها في الموجمل عندنا 311 دفتر عمل وكل صف هو أمر التصدير واحد وهذه الأوامر تحتاج إلى تنفيذها على جهاز بويندوز في نفذة موجه الأوامر فهو استغلال الأليس للداريات اليس مسؤول عن ديسكو فر فإن داريات اليس مسؤول عن ديسكو فر وهي كان يجب فور ينشئ النظام بعبر إبراوز حدثي أن يسعني في البحث ونعنا بانش يعمل على كثير من اجتبارات ديسكو يحبدا له ما يوضب النظام المعلد النظر الذي يقوم به انتقل إلى المجلد والآن يمكنها نسخ ولسق هذه الأوامر في هذا الاختبار لن أشغالها لجميع الملفات البالغ عددها 311 الآن لأن ذلك سيستغرق بعض الوقت دعني أشغالها فقط لـ 30 سجل في كل مرة لذا يمكنك نسخ ولسق هذه الأوامر في وجهة الأوامر بأن العملية سمتال جاريس يمكن سرؤيتها بالمدير المهام هنا وإذا أسف ذهابت إلى ذلك المجلد هتلاحظ أنه يتم إنشاء ملفات EX لكنها ما تزال بحجم صفر وبعد بعض الوقت عند اكتمال العملية أتطور لك الحجم الحقيقي إلى هذه الملفات وأثناء التشغيل يبقى الحجم صفر هلكن العملية ساون كنا تستمر وصيف الوقت نفسه وعرفيني إريكم بعض تقارير التحليل اللي عندنا في بلتز ريبورت لفهم استخدامكم التاريخي لـ Discoverer إن أكثر تقارير التحليل شيوعاً عادينا يسمى تاريخ تنفيذ أوراق العمل في داس ولو تغير يظهر لإستخدام التاريخي لتقارير Discoverer الخاصة بك راني أبو بيتشالد إن ديهو الصف ليدي سكيلة تنفسديم لـ Discoverer يمنبعته على عمود للكتب الإلكترونية وعمود لأوراق العمل والمستخدم اللي نفذها إن تم يعرض أيضاً بيانات أكثر تفصيلاً على سبيل المثال كم استغرق التقرير من وقت مدة للتقرير شهد الصوف اللي يسمى وإرقاعه سيكون خاصاً أورن أي المجلدات وأي البيانات اللي تم الوصول إليها إلى اليمين لدينا هنا أناء أعمدة للمجلدات ومعرفات المجلدات أو للجداول ثم يمكنك أن ترى على سبيل المثال ما الأمثلة اللي يمكننا النظر إليها هذا سيسينة في هذا المثال عندنا مجلدان مختلفة عن تم الولوج إليهما أحدهما يسمى طلبية التوظيف والآخر الوظائف الشاغرة كانت هذه المناسة التي يستخدم دادها دفتر العمل لأن عملية الانتقال إلى بليتس ريبورت فعمل بطريقة تجمع دفاتر العمل والأوراق المتشابهة تلقائياً في تقارير فردية بحيث يكون عندك صيانة أقل في بليتس ريبورت سماو أن هناك أوراق إضافية هنا في دفتر العمل تريسي ليساران وتريسا إذا إذا تضر صار الورقة الأخيرة جميع المستخدمين الناشطين وعدد مرات تنفيذ دفاتر العمل في الفترة الزمنية التي تنظر إليها تم عندك ورقة تظهر دفاتر العمل الأكثر شيوعاً والأوراق العملية هنا كان الأكثر شيوعاً هو تحليل نجاح التدريب وهذه هي الأوراق المختلفة وعدد مرات تنفيذها والطريق سانس التي تعمل بيراونتيتس تريشيل هي دمج دفاتر سانل العمل والصفحات المختلفة في تقارير بليتس ريبورت مفردة إذا كانت تستخدم نفس البيانات الأساسية أو المجلدات الأساسية وإذا موضح في هذه الورقة إذا خلني يقلل الحجم أوليلاً على كفية سنتلال بالصف العلوي تون كان في مجلد واحد دوس للقداول التدريبية المجدولة إذا تم الفور لدى المجلد من خلال خمسة كتب عمل وأوراق عمل مختلفة لذلك بعد عملية الانتقال إلى بليتس ريبورت ويكون عندنا تقرير بليتس ريبورت واحد فقط وخمسة نمازج تخطيط مختلفة هكذا تعمل عملية الانتقال لذا حقوقنا نلقي نظرة نلقي نرش على تقديم السعمليات ساكت صغيرة سيما ترى جميع هذه الملفات لها حجم غير صفري سما ما يعني أن العملية قد اكتملت سيمكنه أيضاً التحوق من ذلك إذا نجرب حذف ملفات السجل لأن ما نحتاجها على فيس حالس وإذا تمكن من حذفها جميعاً بهذه الطريقة فهذا يعني أن جميع العمليات قد اكتملت في هذه الأثناء لأنه إذا كانت العملية لا تزال نشطة نشوف رسالة خطأ تقول لا يمكنك حذف هذا الملف لأنه لا يزال قيد الاستخدام هانيش عندنا شيرلي السوري دي فور الساليسين بس إن بهذا الساري يريد للاختبار أرتي والنشغال تصدير شانس ثلاثمائي كانوا 11 دفتر عمل ومس باصل السوري السلاثين سأليك وات بإعداد التصدير مسبقاً لجميع الثلاثمائية 11 وهي موجودة في هذا المجلد هنا ثلاثمائية 11 دفتر عمل وهنقوم الآن بإنشاء ملف Zip لجميعها نسمي 20 Workbox سيتم مورلون استيراد ملف الضغط إلى Blitz Reports عليك الذهاب إلى شاشة الإعدادات والأدوات الاستيراد ثم اختيار تحميل XML وبعدها يمكنك اختيار الملف الذي قمنا بإنشائه حسنية التحميل وانا اجتم سيدراليته بجداول مؤقتة وهذه الأولى الخطوة قد تستغرق بضع لحظات خاصاً إذا كان لديك ألاف من دفاتر العمل تأخذ بضع دقائق ولكن الآن لدينا فقط 311 لذلك يجب أن لا يستغرق الأمر وقتاً طويلاً دعونا نرع لدينا سوريسان تويدي بإنه تم رفع 311 مصنفات بنجاح وهذا يعني منا جاهزون تشغيل عملية استيراد الدسك فور وهي برنامج متزامن يسمى Blitz تأرير استيراد دسكوفر ويضاً هنا عندنا معلمة نطاق تاريخة تكون الأول من يناير 2004 ويجلس الليسة إضاً دس عمله لنضع البدشس باسم وعند نعلم الخارج اللي تم بو إن شاءه فلنقو إيس دس عشرة وذلك مهم حتى تتمكن من تمييزة قريرك بسهولة يسأل لنا العملية قيدة تشغيل وبينما تستمر هذه العملية اسمحي ليساً لريكا ما تسأرير لعند تيغ اللي عندنا وعندنا تقرير بسهولة تقدم عملية الاستيراد ويسمى كوفيسين جسام وانا تحقق من استيراد دفتر العمل داس هذا التقرير بساعد في مطابعة دفاتر العمل والأوراق اللي ترغب في استيرادها مع نتائج تقارير Blitz اللي تم إنشاؤها نديك صافاً لك الدفتر عمل وورقة عمل تم اختيارها العملية الناقل ثم نديك أيضاً إحصائيات تعداد التنفيذ على سبيل المثال ندي الورقة عن تاريخ متوسط سعر البيع رقم واحد تم تنفيذها 16 مرة وكان آخر وقت ناشط لها في 7 من ديسمبر عام 2005 لأن هذا نظام اختبار قديم جداً لما لا نستعلم من عندك أن نستطيع استدام عملية الهجرة العمود الأول هنا يسمى EEX مرفوعة وهي يظهر إما فارغ أو نعم هذا يعني كذا كان ديناس الشعر سعر فسوف ينروا توستفاي الحرب هذا يعني بأن نجحنا في تحميله ومجميع ملفات الوركبوك EX لذا كلها مدرجة في ملف مضغوط وإذا كان هناك أي شيء مفقود ستظهر فراغات هنا تمين الخطوة الأولى بالمعالجة تسمى التصطيح عدد السجلات المعالجة أوكياتو هنا بعد إتمام ذاكي يجب أن نرى جميع هذه الأعميدة الفارغة يتم تعبئتها بأرقام العد إذا أخونا أن نشغلها مرة أخرى لنرى التقدم دعا عندنا الشلينش راسية سبسين تمتجيز تم التعبئتها وعندنا إذن الأسماء التقارير جاهزة بالفعل شعب على الجهة اليمنى عندنا أسماء تقارير بلتس في العمود M ثم في العمود N عندنا أسماء القوالب اللي تم إنشاؤها لأن واحد إدم سوية صورتك باسم موني وريلتسين مراسل القوالب وعد في تقرير بلتس بس هنالت تنتي فرني نفس التقرير إذا استخدمت نفس الأجسام أولا مجلدات الأساسية هزا بعمل عملية التحويل وذي يعني أنه بما أننا عندنا الآن أسماء هذه التقارير منتهية فيجب أن نشوها بالفعل في تقرير بلتس كل هذه سكريتين ما ينشأوا عن هذه هذه فعل مسؤولات ديسكورور وكنت محدي سعادة هذه الفئة فالس في اللحظة اللي تفتح فيها النموذج سواء إذا بعني أغلقه وفتعه مجددا والآن سعيب أن نشوف دي التقارير بفئة ناسية تسموها المكتشف زي ما تشوف هنا عندنا دي التقارير المستوى دا وإما أنه ما يشعلك شاملات كان بظهر 66 ولكن قائمة القيم تحتوي الآن على 74 لأن العملية لا تزال جارية إذا يمكننا نشوف ما إذا كنا نتطيع تشغيل هذا التقرير أو أحد التقارير وإذا مشاهدت النتائج ويخينا نشوف إذا كان عندنا للمزيد من الأمثلة لأنه عملية النقل في بلتس ريبورت يلو في سالاعتبار أيضا تخطيطات الأوراق المتقدمة على سبيل المثال إذا كان هناك تخطيط متقاطع في ديسكوفرير فإنه سيتم نقله كجدوى المحوري في بلتس ريبورت لذا دعونا ننفذ هذا كمثال هو أمر مثلي للاسيوان شعر دانشانسن رو عندنا هنا تقرير يسمى رواتب الموظفين الحالية وهذا هو المجلد وعندنا أربعة نماذج مختلفة مما يعني أنه كان عندنا في ديسكوفرير أربع مجموعات مختلفة من دفاتر العمل تركيبة دفتر العمل والورقة واحدة الورقات كانت هذه وركة مرتبات الموارد البشرية حسب السنة والآن هي عيدة تنفيذ تبدو أساني ندار الفريوس كان نشفوه على موضط الموطع ودعسنا المرطل والمتغاطع تم تويسي إلى فاورسي وجدوى المحوري لايك في الورقة الأول عندك البيانات التفصيلية والورقة الثانية بعتش على تحويل البيانات يما عادت هيك يوري سواء عليها سواء عندي نوع وعليش هم يعرض نعم التحقق من صحة الاستعلامات SQL المستوردة ويسمى التحقق من صحة تقارير بليتس يمكننا تشغيله لهذه الفئة من التقارير وهذا يعد تحققا تقنيا لفحص ما إذا كانت جميع استعلامات SQL المحولة صحيحة نحويا وهنا نرى بالفعل بعض رسائل الخطأ منشيون عندنا علامتين إعدام وعلامت الخطأ عندنا 26 تقارير مختلفة بها مشاكل في التركيب بين تاكس بسناو هذا المنطع في نظام الاختبار عندنا لأن هذه بيانات اختبار إنها مش متسقة جدا ولكن في عملية الترحيل الخاصة بكم يجب أن لا تشوفوا أي أخطاء في هذا التحقق والتقارير الصحيحة موجودة في الورقة الثانية والحسن الحظ هنا عندنا تقارير صحيحة أكثر بكثير مئتان 42 تقاريرا صالحا وحوالي 26 تقاريرا بها مشاكل نعم كوينا نجريا اختبار آخر من شوز سجل مختلفة تم ترحيلها وإشيء اللي يمكننا تشغيله أيضا مثلا توفير العقود يمكننا عيزة اندرور بسطل 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 من زيمن سوار دانا ننتظر أول نتسيك تملوف تسوغى لابدو أن هذا نرف أكبر أعلاس ما يبدو أن ينوز في ست وقتين طويلة إن شوزن هنسي سعاني هنا فضاء عندنا البيانات مدموجة ماوش أنسي كان لقاول محوري مرة نسوار أخرى فس الورقة الأولى عندنا البيانات التفصيلية نشوف كم عدد السجلات 78 ألف سجل دايك استغرق الأمر وقتا طويل نعم هذا كل شيء هذه نظرة عامة جدا على عملية نقل تقارير Discover إلى Blitz Report إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن العملية أو Blitz Report بشكل عام يرجع التواصل معنا وسنقوم بتنظيم مكالمة